بسم الله الرحمن الرحيم من الميسور أن يدرك الناس الجمال الحسية لأن له جاذبية تجتذب إليه الأبصار لكن العسير هو أن يدرك الجمال المعنوي الذي توصف به المجردات وفي ثقافة الإسلامية باب أصيل ومكين هو باب الحسن والقبح في الأفعال وللمسلمين فيه نظريتان كبرتان إن هذا الجمال الذي توصف به المعنويات هو جمال توصف به الأقوال والأفعال والمواقف وكتاب الله تعالى يحرص على أن يسمي بعض المواقف مواقف جميلة لأنه يستدعي الناس إليها والمواقف التي سماها القرآن مواقف جميلة كثيرة ومنها موقف الصبر والله تعالى يقول فاصبر صبرا جميلا وفي كتاب الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إن الصبر في حد ذاته شاق والصبر كالصبر مر مذاقته كطعم العلقمي لكنه يجب أن يكون صبرا وجميلا أيضا والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه لأن الإنسان إذا صبر فقد تحمل ولكن إذا لم يشتكي فإنه يترك الأجواء من حوله سليمة لأن الشكوى تجعل من يعاشر هذا الإنسان ولو كان صابرا يتذمرون ويحسون بجزء من الألم فلذلك كان الصبر الجميل كما قيل هو الصبر الذي لا شكوى معه وهذا مع ذلك لا يمنع أن يشكو الإنسان أمره إلى ربه لأن يعقوب قال هذا قال فصبر جميل ولكنه قال فإنما أشكو بتي وحزني إلى الله والشكوى إلى الله مشروعة ومطلوبة لكن الشكوى من الله ليست جائزة لأن الذي يشكو الناس يشكو الخالق إلى الناس يسيء الأدب ولذلك كان الإمام أحمد حينما كان مريضا وجاءه من يعوده وقال قد روينا عن طاوس بن كيسان الجندي أن الأنينة هو شكوى من الله فما أن أحمد رحمه الله حتى لقي ربه إذن فالشكوى إلى الله جائزة ومن الله غير جائزة وفي هذه الحالة يكون الصبر صبرا جميلا ما دام الإنسان لم يذكر ألمه للناس واحتفظ بألمه لنفسه ومن المواضع التي سماها الله تعالى مواضع فيها صبر فيها جمال موضع أو مكان الصفح قال الله تعالى فاصفح الصفح الجميل والصفح الجميل والعفو والعفو في حد ذاته صعب ولكن الصفح الجميل هو الذي ليس فيه تذكير بالخطأ وقالوا إن الصفح الجميل هو الذي يتجاوزه صاحبه من الصفح إلى البذل والعطاء وهذا أمر لا تطيقه إلا النفوس الكبيرة التي اهتدت بهذه الإسلام وتأدبت بأدبه ومن الأماكن أو من التصرفات التي سماها الله تعالى جميلة الهجر قالوا هجرهم هجرا جميلة والهجر فراق قد يكون بين زوج وزوجة بين أصدقاء ولكن هناك فرقا بين الهجر الجميل والهجر القبيح الهجر القبيح يكون فيه إفشاء الأسرار والتلاوب والتوبيخ والسباب والشتائم وإظهار الأحقاد لكن الهجر الجميل هجر نظيف قد يفارق الزوج زوجته وقد تفارق الزوجة زوجها لكن كل واحد منهما لا يعيب الآخر ولا يذكر أسراره ولا يذكر مساوئه وهذا أمر كذلك جميل وهو هجر جميل وكذلك تحدث القرآن الكريم عن التسريح تعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلا والسراح فراق ولكنه جميل ليس فيه تشدد والرجل إذا لم يكن بإمكانه أن يستمر مع زوجته وكان لابد من السراح فليكون السراح جميلا بأن يعطيها حقوقها بأن لا يضيق عليها بأن لا يحاول أن يغالطها أن لا يدعوها إلى أن تتنازل عن حقوقها وهذا معنى السراح الجميل وهذه مواضع تحدث عنها كتاب الله تعالى يبدو أن الاهتمام بها ورعايتها ترفع أنفس الناس إلى مقامات عالية إلى جمال لا يدركه كثير من الناس الذين يشغلون بالجمال الحسي إلى أن تصير هذه النفوس سامية وعالية ومتأدبة بأدب القرآن الكريم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين